أهلاً بكم يا صحابي وصحباتي دلوقتي البلون هيخدنا ويتير لمغامرة جديدة مع يحيا وكنوز وسينو يلا بينا نشوف أنتوا هنا وأنا بدور عليكم كنوز علانة منك ومش بتكلمك ليه بس يا كنوز؟ في حد يزعل من أخو حبيبه؟ أنت برضو يا يحيا ما كانش ينفع تسيبها وتروح الرحلة لوحدك يا سينو كنوز ظلماني معاد الرحلة كان نفس يوم تمرين السباحة بتاعها وهي صممت تروح النادي عشان التمرين أنا قلت خلاص هروح أنا الرحلة تزعل ليه بقى؟ كان مفروض يا سينو يقول لهم لا أنا مش هجي غير وأختك نوز حبيبتي معايا وعد مش هروح الرحلة اللي جاية غير وانتي معايا خلاص سمحتك هذا يا يحيا أحكينا عملت إيه في الرحلة؟ يا سلام يا سينو زرنا الأهرامات وتصورنا عندها وشوفنا أبو الهول واركمنا الجمل كنت في الأول خايف أركبه بس بعدها كنت مبسوط قوي طالما قلت أبو الهول يبقى تقصد أهرامات الأسرة الرابعة هرام الملك خوفه والملك خفراء والملك منكاوراء أيوة يا سينو وكان معنا الأستاذ عصام مدرس التاريخ وفضل يحكينا تاريخ الأهرامات والملوك اللي بنوها الهرام الأكبر هرام خوفه طوله حوالي 137 متر بس زمان كان 146 متر غريبة وإزاي الهرام بقى أقصر من الأول؟ ده طبيعي يا كنوز بسبب العوامل الجوية زي عوامل التارية واستخدام الناس للأهرامات كمحاجر يجيبوا منها الأحجار في أزمينة مختلفة وده اللي أثر على طول كل الأهرامات مش الهرام الكبير بس وعرفنا كمان إن الهرام الأكبر اللي بناء الملك خوفه فيه ثلاث غرف دفن الملك ماستخدمش منها غير الحجر العليا لكن للأسف ممياء الملك تسرقت من نصوص الأصار سرقت مقابر الملوك وعصارهم موجودة من أيام المصريين القدماء والعصور اللي بعدهم كريمة غير شريفة وإقابها كان كبير في كيمت والحد دلوقتي يا سينو سرقت الأصار المصرية القديمة جريمة بيعاقب عليها القانون والدولة المصرية بتعمل مجهودات للحفاظ على الأصار زي حراسة الأماكن الأسرية للونهار وإنشاء المتاحف لحفظ التحف المصرية القديمة أما بقى الهرام الأوسط وهرم الملك خفرع ابن الملك خوفه أنا كنت فاكر إن الملك خفرع تولى الحكم بعد والده على طول وعرفت من شرح الأستاذ عصام إن كان ليه أخي كبير اسمه جد فرع وهو اللي تولى الحكم بعد الملك خوفه واستكمل بناء الهرم الأكبر وده حكم كم سنة قبل تولي خفرع الحكم؟ حوالي سبع سنين وبعدها تولى خفرع حكم كيمت وبدأ في بناء الهرم الأوسط اللي طوله حوالي 143 متر وبعدها اتكلمنا عن هرم الملك منكورة خامس ملوك الأسرة الرابعة واللي تولى العرش بعد والده الملك خفرع إيه رأيك بقى يا كنوز؟ إني هحكيلك عن كل الأهرامات اللي تبلد في مصر القديمة مش بس أهرامات الأسرة الرابعة الأهرامات في كيمت كانت مقابر عملاقة لملوك عظماء حربوا وضحوا عشان بلده والهرم مش مجرد شوية حجارة فوق بعضه خلاص كده الهرم شكل هندسي وبناء بيوضح عبقرية اللي صممه واللي ساعد في بناءه كمان وأي مجموعة هرمية بتتكون من أربع عناصر الهرم نفسه والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي وطاري بيوصل بين المعبدي إحنا ساعات بنشوف ناس بتقول كلام غريب يا سينو زي إن الهرم بناء الفضائيين أو بشر عملاقة الهرم صممه مهندسين وبناه العمال من كيمت أرضكم وأرض عجددكم إحنا أشهر أهرمات في عصرنا الحديث هي أهرمات الجيزة اللي أنا زورتها وكل الناس بتزورها فين بقى الأهرمات التانية دي يا سينو؟ منطقة الجيزة دي فيها 11 هرم مش بس التلاتة المشهورين الباقي أهرمات الزوجات وصغيرين بس موجودين وكمان عندنا أهرمات تانية كتير أكتر من مئة هرم لنفس ملوك الأسرة الرابعة برضو يا سينو؟ لا يا كنوز الهرم المدرج في سقارة مثلا بناهي الملك زوسر وصممه المهندس العبقري من حتب وليسمه الهرم المدرج؟ لأنه منكون من ست مصاطب وتصميمه الهندسي مختلف عن تصميم أهرام قوف وقفرع ومنكورع طيب مين أكتر ملك بنى أهرمات في عهده يا سينو؟ هو نفس الملك صاحب أقدم هرم بالشكل الهندسي الصحيح للهرم اللي انتوا عارفينه الملك سنيفرو الملك سنيفرو بنى هرم ميدوم وهو على شكل مكعب ونقدر نقول إنه كان مرحلة من مراحل تطور تصميم الأهرامات عند المصريين القدماء وهرم ضهشور واللي المهندسين اللي صمموه غيروا الزاوية اللي تبنى بيها الجزء السفلي عن الجزء العلوي عشان الهرم كان معرض للإنهيار وعشان كده سموه الهرم المنحني والهرم الأحمر اللي كان أول هرم يتم بنائه بالشكل اللي تبنى بيه أهرامات خوفه وخفرة ومنكورة متهيقلي كده يا كنوز سيني عواضي كان الرحلة أيوة أنا مبسوطة قوي بس لو رحت من غير رحلات تاني هرجع خصمك مفهوم؟ رحلة عديدة وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قلولي بقى إيه رأيكم يا أصحابي حلوة انتوا عارفين كمان ان فيه هرم ليه أهمية كبيرة قوي عارفين اسمه إيه؟ هرم خوفه لا هرم تاني خالص اسمه هرم ونيس واللي اكتشفوا فيه نقوش مصرية قديمة والنقوش دي كانت مكتوبة باللغة المصرية القديمة وعلمتنا حاجات كثيرة قوي هي لغة المصرية القديمة زي اللغتنا النهاردة؟ لا دي لغة تانية خالص متكونة من رموز وأشكال مختلفة وفي حكاية جديدة هحكيلكو عن اللغة المصرية القديمة إنما دلوقتي خلطت فكرتنا استنونا في فكرة جديدة معيح يوكنوز وسينو ورحلة سعيدة اشتركوا في القناة